ورقات بحثية وجلسات حوارية تحاكي جانبا من تاريخ الجهاد في برقة جانبا سادته وحشية المحتل الإيطالي تجاه الليبيين الذين عذبوا في معتقلات الإبادة الجماعية صورة أحيتها جامعة طبرق خلال ندوتها الدولية بعنوان الإبادة الجماعية في برقة يعني حاولنا من خلال بعض التساؤلات التي طرحت الندوة وأجابت عنها بعض الورقات ما هو النقص الذي حدث لسكان برقة في أعدادهم بسبب جزهم بمتلها كذا معتقلات بحث مختصون في التاريخ الليبي المعاصر من داخل البلاد وخارجها يشاركون بطروحات تحاكي هذا الجانب فضلا عن المخطوطات والوثائق التي تثبت مدى قسوة المحتل في خطوة لنقل الصورة إلى الأجيال الجديدة هذا التاريخ الذي يفضح الاستعمار وأسليبه وهو يعاد الآن ويطبق في بعض مناطق العالم ضد الشعوب المقهورة ينبغي أن يعاد ويكتب ويقدم في القنوات والبرامج الإذاعية والمناهج الدراسية إثارة مثل هذه الموضوعات المتعددة سواء كان في جوانبها السياسية أو القانونية أو التاريخية تتيح للبحثين فرصة البحث الجيد المبني على المصادر الأصلية وهي المتمثلة في الرواية الشفوية في المقام الأول وفي المقام الثاني الوثائق الإيطالية على مدار يومين حاول مركز البحوث والاستشارات والتدريب بجامعة طبرق تسليط الضوء على جانب المعتقلات الجماعية وما تعرضت له العائلات الليبية إبان فترة الاحتلال الإيطالي من تعذيب وقمع متعهدة بنقل الصورة كاملة للأجيال القادمة عبر بحاث مختصين في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر